اشتركوا في القناة تنبطها من سورة النور هذه السورة العظيمة التي تعرضت لأهمية الثقة في حياة المسلمين وخطر الظنون الكاذبة التي لا دليل عليها ولا برهان فإن المنافقين حاولوا أن يقعوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلما يحاولوا الأشرار حين يعجزون عن اللمز أو الغمز في شخص العظماء وفي ذواتهم وأنفسهم يحاولون أن يذهبوا إلى محيطهم وأهليهم وأن يجدوا مغمزا يشويهون فيه تلك الصورة التي لا تقبل التشويه وذلك الكمال الذي لا يلحقه الشين فوقعوا في أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لديه وهي عائشة رضي الله عنها وهي الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة من فوق سبع سماوات وجاء المنافقون وتحددوا فيها وفي صفوائب المعطل فيما هو كذب وانقسم المجتمع المسلم في ذلك الوقت وهذا هو محل الشاهد إلى الطائفتين مقابل هذه الشاعة فقوموا تثبتوا ولم يقبلوا هذه الشاعة الكاذبة وبعض المسلمين وقعوا فيما الشاعة المنافقون وصدقوهم فقال الله تعالى في إنكارا على الذين لم تثبتوا وتنويها بخبر الذين تثبتوا ذكر أن حال المؤمنين حين يسمعون عن إخوانهم ما لا يليق وأن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خارا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون المؤمن إذا سمع الشيء عن أخيه حمله على الخير وسأل نفسه هل أستطيع أن يكون مني هذا أو هل أرضى أن يكون مني هذا فإن أباه لنفسه ونفاه عن نفسه نفاه عن أخيه المؤمن وهذا هو ما فعل أبو أيوب الأنصار رضي الله وارضاه وزوجه أم أيوب حين سأل أبو أيوب أم أيوب فقال هل يمكن أن يقع مني ما رمي به صفوان قالت لا فقال والله يا صفوان أطهر مني فما قال هل يمكن أن يقع منك ما رميت به عائشة فقالت لا فقال بالله لا عائشة أطهر منك غن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خارا واجعلوا أخوانهم إلهم أو غنوا بأخوانهم خارا فالنفس تطلق على الأخي في القرآن كثيرا فاسلموا على أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم وقالوا هذا إفك مبين لو لا جاءوا عليه بأربعة شهداء وهنا أبطل الله تعالى الظنون الكاذبة وما لا بينت عليه فإن لم يتوب الشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون والكاذبون عند الله لا يستحقون أن يصدقوا وأخبر الله تبارك وتعالى أن الذين وقعوا في عرض عائشة والذين استشابوا لهوى المنافقين المنافقون يحبون أن تشعر فاحشة في الذين أمنوا ويحبون أن يهتز تهتز الثقة في محمد صلى الله عليه وسلم وتهتز الثقة في حصانة المجتمع المسلم وطهارته هؤلاء الذين يحبون أن تشعر فاحشة للذين أمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولوله فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رأوه الرحيم ففضل الله يعصم المسلمين ورحمته تعصم المسلمين وقد تكرر ذلك ثلاث مرات في هذا السياق ثم ذكر الله تعالى بعض آداب البيوت المسلمة حتى تسد مواطن الريبة وحتى لا يقع أي شيء يجر إلى سوء ظن فأمر بالاستئذان في الدخول على البيوت وأن لا يدخل أحد بيت أحد إلا باستئذان وفصل في ذلك وأمر بغض البصر الذي هو باب الريبة وباب الزنا قل للمؤمين يوضوا من أبصارهم ويحفظوا فرودهم ذلك أسكالهم إن الله خبر بما يصنعون وقل للمؤمنات يوضذنا من أبصارهن ويحفظنا فرودهن ثم أمر النساء بالستر ثم دعا إلى النكاح وهذه هي فالشياء كلها تقف في وجه الجريمة وفي وجه الرذيلة نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويحصن فروجنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة